اشتركوا في القناة كيف وشلون وازاي ابدا وبتفهم اكثر لما تشوف كيف الممثلين بدأوا وين وصلوا ومو بس الممثلين اي ناس كبار في هذا العالم لابد لهم نقطة بداية بسيطة اشترك لي في القناة لما كنت مشترك وفعل جرس التنبيات على طريقك حتى توصل لك فيديواتي اول باول والاهم من هذا كله لو اعجبك الفيديو اضغط على زر الان اضغط ما اخذ منك اولا ثانية بالزبط هو دليل ما اقوله غير كذا يا جماعة اربطوا لي احزمتكم ويلا بينا على الفيديو الممثل الاولى يا جماعة عندنا ساندرا بولوك 116 ترشيح لجوائز مختلفة من ضمنها ترشيح وفوز واحد في الاوسكر عن فيلم جرافيتي سنة 2013 وحصدت القاب والقاب كثيرة كاجمل نساء العالم وغيرها من الالقاب ومؤخرا في هذه السنة شاركت في فيلم The Unforgivable واحد من اجمل الافلام للمانا ولكن ولكن قبل ما تسوي الحفلة هذه كلها وقبل ما تكون واحدة من اشهر الوجوه في هذا العالم ساندرا بولوك يا جماعة كانت تقدم مشروبات في احد المطاعم في نيويورك وبالتحديد في منهاتن ومش بس كانت مقدمة مشروبات برضو كانت بارتندر واللي هي تقريبا نفس الوظيفة بس هذيك تتحضك جوة المطاعم وهذيك عند البار متكية على كل حال تطلب مارتيني تطلب عصير تطلب حليب تتفاجئ انه ساندرا بولوك تقدم لك العصير ما قالت الشغل عب ما قالت ابغى مكتب ومكيف يصقع راسي لينا دوغ ثمان ساعات لا واليوم ثروتها تقدر بحوالي مئتين وخمسين مليون دولار امريكي ياب ام توكين اباوت ساندرا بولوك بعد كذا عندنا كيت وينسلت قبل ما تكون روزا الجميلة في سفينة التايتانيك وقبل تترشح للأوسكار سبع مرات وتفوز فيها مرة واحدة عن فيلم دي ريدر سنة 2008 وقبل ما تكون الصديقة العزيزة والمقربة من الممثل الكبير والقدير ليوناردو ديكابريو كانت تبيع ساندويتشات في احد المحلات البسيطة كيت كيت وينسلت يا وجيه كيت روز ياب ايا تطلب ساندويتش شكشوكا عدني وتتفاجئ انه كيت وينسلت قاعد قدم لك الطلب وتقول لك تفضل شكشوكا الاحلى شكشوكا في العالم اي غدمة ثانية واخر اللي بعدها اشطربك واليوم هذه الممثلة اللي كانت تبيع ساندويتشات في الشارع او في احد المحلات ثروتها تقدر بحوالي خمسة وستين مليون دولار امريكي بعد كذا عندنا كاثرين وينيك الملكة القوية وزوجة الاشاوش راغنر لوثبروك في عالم الفايكينج قبل ما تكون الوجه الجميل لمسلسل فايكينج وقبل ما تكون ممثلة بشكل عام اي في الاصل مقاتلة تايك ويندو محترفة وعندها الحزام الاسود يعني لو تمر من جنبك وتقول لها شناب يا حلو راح تسمع صوت من ربك ما دينك ايش صار وين انا ليه تبع من حزابك حزام اسود يا حبيبي ومش بس تايك ويندو كمان عندها الحزام الاسود في رياضة الكاراتيه وما وصل عمرها واحد وعشرين سنة الا وهي مختمة ثلاث مدارس فنون قتالية من جد من جد اذا شفتها في الشارع افقاع ولا تقول لها ابغى سيلفي ولا شي افقاع واليوم ثروتها تقدر للاسف في ثلاثة مليون ريال سعودي وقلتها بالريال علشان ما تصير مليون دولار ماني عارف صراحة بس واضح ان المدير اعمالها زبال كيف كذا مفروض طلعت من فيكينج اقل شي عشرة مليون على الاقل بعد كده يا جماعة عندنا نيكل كيدمن قبل ما تجيب العيد وتتزوج توم كروز وتندم على ابو اليوم اللي تزوجت عليه فيه وقبل ما تكون ممثلة مشهورة واحدة من الطف الوجوه في هوليوود مرت هي وامها بظلوف جدا جدا سيئة وامها كانت مصابة بسرطان الثدي وكمان حالتها النفسية كانت جدا تعبانة فعلشان تساعد امها وعلشان توقفها على رجولها وتعالجها اضطرت انها تدرس في مجال المساج دخلت في معهد مساج او تخصصت في تخصص مساج المهم انها تعلمت كيف تسوي مساج من طق طق الى سلام عليكم يا كم من ظهر انطق على يدينها ويا كم كتوف ويا كم رجول ويا كم ظهور ويا كم اياد اتعافت من تحت يدينها واليوم في غرفتها جائزة اوسكار واحدة وثلاث ترشيحات ثانية والعديد من الجوائز المختلفة وثروتها تقدر بحوالي مئتين وخمسين مليون دولار يب اللي كانت تشتغل في مجال المساج اليوم ثروتها تقدر مئتين وخمسين مليون دولار وانت وانت ايش عذر اهلكم بعد كده يا جماعة عندنا ووبي جولدبرغ ممكن قليل اللي يعرفون افلامها ولكن صدقوني هذه واحدة من اشهر الوجوه في هوليوود لمجرد ما تشوفها تعرفها تشوفها في كل مكان في معظم الافلام في معظم المسلسلات زيها زي حسن حسن الله يرحمه وهي ممثلة كوميدية وناشطة وكاتبة ومخرجة ومنتجة ترشحت لأكثر من ثمانين جائزة من ضمنها اثنين ترشيحات لل اوسكار وجائزة اوسكار واحدة عن دورها في فيلم غوث سنة 1990 المثل هذه يا جماعة ما بقول لكم انها كانت تشتغل وظيفة عادية لا اشتغلت في وظيفة قليل من الناس يوافقوا يشتغلوا فيها المثل هذه يا جماعة اشتغلت في تجهيز الموتى تلبس الميت وتسرح شعره وتعطره وتخليه في ابها حلة وتجهز صندوقه بالورود والاشياء الجميلة ولو كانت الميتة انثى تمكيجها وتسرح لها شعرها وتزبطها وتلبسها احلى فستان وتعطرها وتدخلها داخل صندوق الموتى شعفينهم مثل هذه شعفينهم مثل هذه اللي اشتغلت في وظيفة ما بينها وما بين الموت الا خطوة اليوم مثلت في اكثر من مئة وستة وتسعين عمل من افلام ومسلسلة وكتبت ست عشر عمل واخرجت عملين وانتجت اربع وثلاثين عمل وثروتها اليوم تقدر بحوالي ستين مليون دولار امريكي من صناديق الموتى والى قمة هوليوود اشتغل واتعب على نفسك وباذا لا رح تلقاه بعد كده يا جماعة عندنا هيلين ميرين قبل ما تكون واحدة من اشهر المجوهة النسائية في هوليوود برضو وقبل تترشح للأوسكار وتفوز فيها مرة واحدة عن دورها في فيلم ذاكوين سنة 2006 كانت تشتغل كمروجة اعلانية في احد المنتزهات شوية توزع بروشورات شوية تروح توقف عند البوابة توقنع الناس انهم يجربوا المنتجع او الالعاب او اي ان كانت الاماكن داخل هذا المنتزه واحيانا كانت تغطر انها تتعامل مع الصاحي وتساعد الازوار ترى وظيفة موضنك انا اشتغلت فيها في الفترة الصيفية لما كنت في المرحلة المتوسطة وظيفة تجيب الهم ومرة صدمتني سيارة كمان كانت داخل من البوابة وصدمتني بس ما صار لشي وظيفة تجيب الهم بس الفكرة انه ايش لازم تبدأ من مكان معين اعطيك كف واليوم هذه المثلة القديرة يا جماعة ثروتها تقدر بحوالي مئة مليون دولار امريكي تروح السيبر ماركت تخذلك دجاج مبرد وشوية اندومي كاريت جاج توصل عند الكاشير تلقى ميشيل فايفر قاعدة تحط اغراضك في الكيس وتقول لك الحساب 25 ريال يا نار ازرا انتي من انتي من ايش هذا؟ ياب هي كانت تشتغل كاشير تكون تجري في ميادين الحرب والطلقات تتهاوى من كل مكان تلقى المغنية ريانا شايل ام كي وتقول لك ياب اشتغلت في الجيش تحضر واحدة من حفلات الباليها العشوائية وقاعد تشرب عصير برتقال وفجأة تتفاجأ كده انه في واحدة في المسرح تعرفها وجهة ماهو غريب ياب عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهة شارليز سيرون كانت تشتغل كراقصة باليه تركب الطيارة رايحة على دبي لانك جمعتلك كم قرش هنا وتروح تصرفهم هناك تجيك المضيفة يا طويل العين ويا قليل الادب وتحاول تقول لها كلمة حلوة تتفاجأ انه ايش تسوي هذا هنا اي اخي وجيك مو غريب ياب عزيزي الوجيه ياب عزيزتي الوجيهة انها ايفانجلين ليلي كانت تشتغل كمضيفة قبل ما تصير ممثلة تروح ماك دونالز تطلب لك واحد بيك ماك تشيكن واحد صلطة سيزر وكثر لي صوص وكثر لي الخربيطة حقك كده وتروح عند الكاشير عشان تستلمى الطلب تتفاجأ بمين تلقى ريتشل مكادمز تقول لك تفضل عزيزي طلبك جاهز وبالعافية عليك انجاء الله باي باي مع السلامة يوما ما راح اصير ممثلة تستين فين اوكي يلا مع السلامة تروح باسكن روبينز تطلب ايس كريمك ومفضل مع شوية صوص ومكسرات وتتفاجأ انه جوليا روبيرتس جالسة تقول لك تبغى فكاسة ولا بسكوتيا بسكوتا انت ياب باسكن روبينز وجوليا روبيرتس ياب يدق عليك رقم غريب يحاول يقنعك انك تشتري مكنسة كهربائية تشتغل من نفسها وتطفي من نفسها وتنومك وتصحيك وتلاحظ ان الصوت اللي قاعد يكلمك ماه غريب يا اخي الصوت هذا مو غريب يا اخي انا وين سمعت صوتك ياب انها جينيفر انستون جالسة تحاول تخرف منك وتضحك عليك وتاخذ منك فلوس علشان تاخذ نسبة مبيعاتها كانت تشتغل كموظفة تسويق مبيعات عبر الهاتف قبل ما تصير ممثلة ترتكب جريمة ويرسلك عند القاضي علشان يحكم عليك بالاعدام بسم الله عليك وقبل ما يضرب القاضي بمطرقته على خشبته تسمع صوت من اخر القاعة ينادي سيد القاضي موكلي بريء وعندي ادلة تثبت ذلك هذا الصوت مو غريب علي تلتفت على الصوت تتفاجأ انها جينيفر لوبيس جاية تخرج مؤخرتك من هذا المأزق واليوم يا جماعة المجموعة الاسماء ذي اللي ذكرتها لكم بالمختصر ثرواتهم تقدر بمئات ومئات الملايين لو جمعتها مع بعض راح تطلع ثروة ما تهزم ايلون ماسك غشاش هكرا المهم انه ايش عندهم فلوس فلذلك عزيزتي الوجيهة وعزيزي الوجيه اعزائي الوجهاء في كل مكان تذكروا دائما هذه المقولة لما تكونوا في بداية مسيرتكم في عالم الاعمال او الاموال او اي كانت النيلة المنية اللي بتبدأوا فيها تذكروا هذه المقولة مش مهم من وين تبدأ المهم انك تبدأ توقع انو الاسماء دي اللي ذكرناها كلها لو ما بدأوا جلسوا ينتظروا فرصة تمثيل كانت بتصبط معاهم صدقني ما كانت بتصبط معاهم لابد تبدأ من مكان ما اعطيكم العافعة مشاهدة اضغطوا لايك يا جماعة لو اعجبكم الفيديو واشترككم في القناة لو كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيات على طريقكم حالة انتوصلكم فيديوهات اول باول كان معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة